صباح الفل سنقوم بخبز البورجر أو عيش الكايزر بديئ الحبة الكاملة أو الديئي الأصمر خبز صحي ومفيد ونعرف كل تكات وتفاصيل العجينة من الألف للياء عشان الوصفة تنجح معاك نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الوصفة على طول الديئي الأصمر أو الحبة الكاملة بيكون فيه نسبة الرد عالية جداً اللي هي النخالة بنشتريه من الفرن البلدي أو من أي هيبر كبير دول أربع كبيات وزنهم 500 جرام هضيف عليه ربع معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من البكنج بودر وفايدة البكنج بودر بيدي هشهشة وطراوة للمعاجنات نديله تقليبة ونركنه على جمع في طبق تاني نحط كباية من المياة ومياة عادية من الحنفية 250 ملي وكمية المياة على حسب العجينة متاخد لأن الديئي الأصمر بيختلف كتير عن الديئي الأبيض في السوائل هضيف معلقة كبيرة من الخميرة الفورية وزنها 10 جرام ومعلقة كبيرة من السكر وضيف عليهم كمان معلقة كبيرة من الخل ولو انت مش متأكدة من تفاعل الخميرة بعد ما تقلبيها بالشكل ده تغطيها وتسيبيها حوالي 10 دايق ولو اتفعلت معاك كمل الوصفة لكن انا متأكدة من تفاعل الخميرة بتاعتي دوبتها كويس جداً هضيف عليها كمية الديئي وندخل بها على اهم مرحلة وهي مرحلة العجل لأن الديئي الأصمر بيختلف في طريقة العجل عن الديئي الأبيض لازم نخرج مادة الجلوتين اللي في العجينة اللي هو العرق عشان الخبز البورجر أو العيش الفينو يطلع معانا خفيف وهش ويرتفع معاك ما يسحش في قلب الصوج ولو حابة تحطي معلتين كبار من الزبادي في قلب العجينة ككيمة غزائية مفيش مشكلة الزبادي بيطر العجينة وبيخلي طعمها زي العصر وكل ما يحتاج معانا مية بنزودها بالتدريج واحدة واحدة العجينة عايزينها طرية وفيها تلزيئة لأن لو العجينة نشفى العيش القيزر أو الفينو هيشقق معانا ساعة التسوية وساعة التخمير وكمان هيفرول معانا بسرعة قدتها عجنة كده لمدة 5 دقيق وحضيف 4 معالق كبار من الزيت العجينة في البداية زي ما انت شايفة بتتقطع معانا ازاي بعد طريقة العجن اللي حنشوفها مع بعض هتلاقيها بتمط معاك زي الأستج تقداري تشيل الزيت وتستبدليه بالزبدة بحطها في الآخر بتدي للعجينة توريئة وخفية ونحط بقى العجينة على الرخامة كده ونقدروا نعجنوها شايفين وانا باشي اديها بتتقطع معايا زي لسا محتاجة عجن معانا لكن في الأول العجينة كانت مفرولة معايا وبتتقطع بكل سهولة العرق اللي في العجينة بدأ يشتغل معايا ولو تعبت من العجن ريح العجينة من وقت للتاني وكمل عجن العجن الكتير خصوصا في الديئة الأصمر بيشغل مادة الجلوتين اللي في الديئة اللي هو العرق وبيد طراوة للعيش ويرتفع معاكي معلومة كده على الماشي الأول مرة تعرفيها لو لقيت سطح العجينة في الديئة الأصمر ناعم بالشكل ده ده كده مش معناه إن خدمة العجينة الديئة الأصمر بيختلف عن الديئة الأبيض في طريقة العجل اختبار العجينة في الديئة الأصمر لازم تمطيها بالشكل اللي انت شايف ده لو لقتيها رؤياء معاكي كده بالشكل اللي انت شايف ده كده بتكون خدمة العجينة لكن لو لقتيها بتتقطع معاكي بتكون لسه محتاجة عجل هاخد العجينة وهبدها من فوق لتحت ودي بتكون طريقة سهلة جداً وبسيطة ولو حسيت ان العجينة بتلزق معاكي على الرخامة ادهنيها دهنة خفيفة جداً من الزيت وبعد كده خديها وهبديها هتصرع معاكي طريقة العجل ملاحظين ان العجينة بيكون فيها تلزيقة كده بتكون اخدت كفايتها من المياه وكمية المياه اللي اخدتها حوالي كوب بيتين الا ربع بيعاد الربعمية ميلي من المياه لمتها بأدية كده بدهنة خفيفة من الزيت وحطيتها على الرخامة وتغطيها بكيسة وفوتها وتسبيها تخمر براحتها لو الجو شتها ممكن تخمرها على بخار مائي لكن لو الجو صيف العجينة بتخمر بسرعة وبسم الله من شاء الله اختمرت معانا بالشكل ده حبتجي بقاها ببطها من الخم ونتجيها تبطيطة حلوة كده يا اما تقطعيها بايدك القطع صغيرة يا اما تجيب المقطع او السكينة وتقطعيها الاحجام صغيرة وحجم الكورة زي ما انت حب ان كان كبير او صغير لكن انا بصراحة وزنتها بالميزان وخلتها خمسين جرام الحجم ده مناسب جدا للعيش الفينو او خبز البورجر ونبتدي نكورها ونقفل عليها من تحت كويس جدا ونرسطهم على الرخامة وحنشتغل فيها على طول نغطيهم بكيسة عشان وشهم يفضل طري معانا والصاج اللي حتساوي فيه القيزر او العيش ما بيدهنش اي مادة دهنية لكن لو الصاج بتاعك بيلزق فيه المعجنات ادهني دهنة خفيفة من الزيت تقدري تستخدمي كبيات الكوب كيك الصغيرة دي في تسوية العجينة انا بصراحة قلت اساوي عصاج واساوي فيها والطريقة الحلوة ليكي استخدميها وجبت شوية سمسم وحبة مية عشان السمسم يلزق على العجينة واخدت كورة كورة كده وبدأت ان انا حطها في المية والسمسم وبعد كده احطها في كبيات الكوب كيك السمسم على وش العجينة ده اختياري مش اساسي لو حابة تعمليه سادة مفيش مشكلة ترسيه على الصنية على طول او في قبات الكوب كيك نركنهم على جنب ونجيب الصنية ونعمل نفس الخطوات ونرس العجينة في قلب الصنية ونسيب مسافة ما بين كل واحدة وواحدة عشان لما تختمر معنا ما يلزقوش في بعض وتتغطي عليها ضغطة خفيفة كده عشان تمسك في الصاج عشان ساعة التخمير ما تتحركش معانا تمام لحد كده هنغطيهم حلو قوي ونحطهم في مكان دافي لحد ما يختمروا معانا او تخمريهم على بخار مائي في فرن البتجاز بس اهم حاجة اوعي وقت التخمير يزيد عن حده لان هتعمل معانا فقاكية ولعيش ساعة التسوية هيفرش معانا ويكون ريحته مش حلوة ومشاء الله زي ما انتو شايفين اختمر معانا وارتفع بالشكل ده اول ما يخرج من الفرن على طول غطيه بفوتة وبعد كده كيسة عشان يعرق معانا ويفضل طري وفي نفس الوقت يرد من حرارة الفرن ودي بتكون قبات الكوب كيك بسم الله مشاء الله مرتفع معانا وزي الفل هغطيها بكيسة وبعد كده فوتة ونركانها على جنب وندخل بقى على طريقة التسوية اول حاجة بتسخن الفرن حلو قوي وبتدخل الصاج على الشبكة اللي في النص لمدة دي اتنين على نار عالية بعد كده بتهدي النار على متين ولو الشواية بتولع مع الفرن يبقى نار هادية جدا جدا لكن لو الشواية والفرن من زرار واحد اول ما يرتفع معانا وياخد لون من تحت يطفل بتجاز وولع الشواية وياخد لون واول ما يخرج من الفرن على طول زي ما قلتلك لازم تغطيه بكيسة وفوتة عشان يحرق معاك ويفضل طري وبسم الله ما شاء الله اكيد شايفين حجمه وارتفاعه هنشوف القلب من جوه ومساماته اكيد شوفته في اول الفيديو وبكده قلتلكم على كل التكات والتفاصيل والمعلومات في قلب خبز البورجر او العيش الفينو بديه الاصمر بمعلومات محدش هيقولها لك طريقة الحفز بتكون مهمة جدا لو عاملة كمية حطيها في اكياس اول ما يهدى من السخنية مش يبرد يدو بيهدى بس وعبيه في اكياس وحطيه في الفريزر على طول اتمنى الفيديو يكون خفيف على البوك واستفدتوا منه ولو بمعلومة صغيرة ما تنسوش اللايك والشير ودعوة حلوة من البوك لكل مريض وتشيروا الفيديو اهم حاجة مع كل حبابكم ومصحبكم عشان الكل يستفاد من المعلومات اللي قلتها في قلب الفيديو ولما تشتركوا في القناة فعلوا جرس الكل عشان يوصل لكم اشعارات بالوصفات الجديدة دمتم في حافز اللي ورعتوا لو فيه اي استفسار او اي معلومة اكتبوا لي في التعليقات وانا هارد عليكم على طول